اشتركوا في القناة 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 لليوم. حب بس في نهاية أختم أنه اليوم الفن حامل رسالة. شو الرسالة اللي تال اليوم بدها تحملها وتشتغل عليها خلال مسيرتها الأكاديمية أو بعدين مسيرتها الفنية؟ إنه ما الواحد يوقف يعني. لازم دائما يطلع قدام حتى لو إيش يعني شاف عقوبات ويعني لازم دائما يكون. لازم دائما يستمر في حياته. في فئة معينة حب تعبري عنها في رسوماتك أو حب تكوني ما ترسمين الكاركاتير اللي أخذوا رسالة وطنية واشتغلوا عليها. أكيد يعني أكيد بحب أرسم الأشياء لفلسطين زي كاركاتير وهاي الأشياء. بس بحب كمان كبار السن أرسمهم منه اليأس والحزن على جنة. شاء الله عمرك ما بتشوفي اليأس يا تالا وضلي دوما هيك مفعمة بالحياة والحيوية مبسوطة كتير في وجودك معنا لليوم. كيف حب تختمي الفقرة تالا؟ إحنا كمان كتير مبسوطة وبشكركم عشان إصدافتكم إليه وطبعا بشكر خصوصا رئيس جامعة النجاح الوطنية ومدير مديريتي ثقافة في نابلس اللي دعموني وطبعا أساتي الكرام وعميد كلية الفنون اللي دعموني ماديا ومعنويا. أكيد إحنا كمان نرجع لهم كل التحية والشكر الكبير لإلك على حبك لموهبتك وإصرارك على أنك أنت تعملي أكتر وأكتر وتنجحي أكتر وأكتر. متنالك نشوفك في معارض عالمية ومهرجنات عالمية ودوما نستمر في طريقك اللي أنت حاببتين. كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة